موسيقى أهلا بكم نشرة الأخبار من قناة حضر موت نستهلها بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع باللجنة الأمنية العليا واستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بحضر موت ويتفقد عددا من الإدارات رئيس الوزراء يناقش في عدن مع وفد برنامج الأغذية العالمي دعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة موسيقى والعملة الوطنية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام ومن الإيجاز ننقلكم إلى التفصيل عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أول اجتماع للجنة الأمنية العليا وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وأضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري وأعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ورئيسي جهاز الأمن القومي وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي ووكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي وناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية واستعراض المواقف المتخذة بشأنها على مختلف المستويات وأشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة السريعة لمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية ومهربي الأسلحة والمخدرات وجماعات الجريمة المنظمة استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه عضو المجلس اللواعي دروس الزبيدي بقصر معاشيقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينياليس وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث الإيطالي وممثلا عن البحثة الفنلندية وفي اللقاء وضع الرئيس رشاد العليمي وعضو المجلس عيد الدروس الزبيدي السفراء الأوروبيين أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود من أجل استئناف العملية السياسية والبناء على مخرجاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحدة المجلس وانفتاحه على كل المبادرات الرامية لتحقيق السلامة وأشاد في هذا السياق بجهود السعودية لتجديد الهدنة الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلة اجتماعا باللجنة الأمنية بمحافظة حضر موت للإطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والسماع البحسني من أعضاء اللجنة الأمنية إلى سيد عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ أي مهام أمنية وجهودها المتواصلة في تثبيت الأمن والاستقرار وأشاد لواء الركن البحسني بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضر موت التي مثلت أنموذجا في الانضباط وأداء الواجب وحماية المحافظة وتأمينها من أي اعتداءات حاثا على مضاعفة الجهود ورفع وطيرة العمل الاستخباراتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى ذلك اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير عمل إدارة مكافحة المخدرات بساحة لحضر موت ومستوى جاهزيتها للقيام بواجباتها في مكافحة المخدرات وكان في استقبال اللواء الركن البحسني خلال زيارته التفقدية لتقييم آداء إدارة مكافحة المخدرات المدير العام للأمن والشرطة بساحة لحضر موت العميد مطيع المنهالي وضباط وصف ضباط وجنود إدارة المكافحة وأشاد البحسني بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بساحة لحضر موت في سبيل وضع الخطط لضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة للحد من انتشارها بين أوساط الشباب في ساحل حضر موت في سياق متصل تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني مؤسسة موانئ البحر العربي لتقييم مستوى الآداء مطلعا على نشاط الحركة الملاحية في ميناء المكلة والموانئ التابعة للمؤسسة وعلى آلية الاستيراد والتصدير وعقد البحسني اجتماعا بمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي لمناقشة آلية تطوير عمل المؤسسة والارتقاء بمستوى نشاطها الملاحي وخدماتها المقدمة للخطوط الملاحية والمستوردين كما استمع من قيادة مجلس المؤسسة إلى إضاح حول أسباب الحريق الذي شب في السفينة الخشبية فجر الاثنين وأدى إلى أحراقها بالكامل وتلف وفقدان البضاعة الموجودة فيها مشددا على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة عبر المختصين في المؤسسة وإشراك الجهات الأمنية المختصة في عملية التحقيق أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي مستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشي الحوثي وأوضح رئيس الوزراء لدى استقباله في عدن وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة المديرة الإقليمية للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فليتشر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم والسعر الصرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الإنساني كما تم مناقشة خطة التركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية إضافة إلى مستوى تنفيذ الآليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات إلى مستحقها سجلت العملة الوطنية تراجعا لأدنى مستوى في قيمتها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي في ظل تذبذب معهود منذ اندلاع الحرب في البلاد وسجل الريال تراجعا متواصلا منذ أيام حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1300 ريال في محلات الصرافة بالمحافظات المحررة وبحسب مراقبين فإن التراجع الجديد يأتي بسبب شح العملة الأجنبية في السوق ويشك مواطنون من التقلبات المستمرة لقيمة الريال وما يسببه ذلك من أضرار مباشرة على حياتهم اليومية وما يتبعه من تأثير على أسعار السلع والخدمات مطالبين بضبط أسعار الصرف وإيقاف تدهور الجديد للعملة التقى وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك في المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جيرسلي وبحث معه التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة قضية خزان صافر وثمن بن مبارك الجهود التي يبذلها جيرسلي في هذا الصدد والتفاعل الدولي مع دعوات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية محتملة لها تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة كما بحث الجانبان أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي ونزع الألغام بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير ليبيا لدى اليمن إدريس أبو بكر بحث معه التعاون الأمني بين البلدين وأكد وزير الداخلية حرص الحكومة اليمنية على تقديم جميع سبول الرعاية والاهتمام للأشقاء الليبيين المقيمين في اليمن من جهته عبر السفير الليبي عن تطلع بلاده لتعزيز التنسيق المشترك لتسهيل إجراءات المقيمين في البلدين ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بعدن مع قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضر موت الوضع الحالي لمشروع الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم كما اطلع الوزير الشرجبي خلال اللقاء على العراقيل التي تواجه استكمال المشروع مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للمؤسسة من أجل تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه والصرف الصحي ناقش اجتماع عقد في العاصبة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير عدداً من القضايا ذات السلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تناول الاجتماع آليات التنسيق مع النيابة العامة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد قوائم المطلوبين على ذمة هذه الجرائم وتحديث قاعدة بيانات الجرائم ومتطلبات إدراج الكيانات والأفراد في القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية شاركت جامعة سيئون في المؤتمر الدولي الثاني لتدريس اللغة الإنجليزية الذي نظمته جامعة بوريرام رجبهات التايلندية برعاية مجموعة من الجامعات الدولية من بينهم جامعة سيئون وتمثلت المشاركة لجامعة سيئون بأربعة أوراق بحثية مقدمة من أعضاء هيئة التدريس بقسمية اللغة الإنجليزية بكلية الآداب واللغات وكلية البنات حيث بلغ عدد الأوراق المشاركة في المؤتمر 32 ورقة علمية توزعتما بين مشاركة حضورية وعبر الاتصال المرئي ولفت رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري لأهمية المشاركة من خلال تنشيط البحث العلمي بالجامعة ونشر الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس أقام مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بكلية التربية بجامعة حضرموت فعالية ثقافية بعنوان تطور الوعي الوطني في حضرموت والتي رعاها صندوق التراث والتنمية الثقافية بالمحافظة وشارك في الفعالية الثقافية من المنظور التاريخي الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي فيما شارك من المنظور الثقافية الدكتور عبدالقادر علي باعيسا وتترك المتحدثان إلى الوعي الوطني الذي ظل يلازم حضرموت منذ القدم إلى جانب تحويله لواقع فعلي يستمر وينمو على مدى عقود كثيرة وهدفت الفعالية إلى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الوعي الوطني والذي يصب في معرفة ثقافة المحافظة وتاريخها المربوط دائما بالعلم والمعرفة نحن قمنا بتمويل هذه الفعالية لاستشعار بأهمية هذا الطرح وهذا العنوان بالذات والهذا الموضوع لما نقشته في ظل هذه الأوضاع السياسية التي تشهدها حضرموت وتوافقا مع المشهر السياسي الذي حاصل في حضرموت وفي الوطن بشكل عام هذه الأمور تقريبا هي ما هو بحاجة إليها كل منظمة المجتمع المدني وكل الفعاليات السياسية والثقافية في حضرموت لمعرفة ما كان يعتمل من سابق والاستشهاد به والاستفادة منه في ما سيشهد من تطور ثقافي وسياسي في حضرموت في المرحلة القادمة إن شاء الله تأتي هذه الفعالية في إطار مناشط مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر الذي يهتم بتعميق الوعي الثقافي ومن ثم تلاحظون أن محاضراته محاضرات نوعية يسعى فيها إلى البحث عن دقائق وتفاصيل لم تكن خيضة من قبل في البحث والدراسات والآن ننتقل لأخبار التقصي والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 والعملة الوطنية اشتركوا في القناة